تقى الفريق محمد فريد رئيس اركاني حرب القوات المسلحة الفريق اول كنثما كنزي قائد القيادة المركزية الامريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية على هامش متابعة فعليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021 والذي تستمر فعلياته حتى السابع عشر من سبتمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات الخاصة بالتدريب والاهمية التي يحققها باعتباره ارضا خصبة لتبادل الخبرات بين كافة العناصر المشاركة واكد الفريق محمد فريد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة كافة الانشطة التي تنفذ يوميا وتقوم بتهيئة المناخ الذي يحقق لكل العناصر المشتركة بالتدريب القدرة على تنفيذ كافة المهام والانشطة التدريبية التي توكل اليها فيما اشاد قائد القيادة المركزية الامريكية بالصدى الذي يحققه التدريب بكافة الاوساط العسكرية الدولية معاربا عن اعجابه بقدرة القوات المسلحة المصرية على تنظيم فعاليات هذا الحدث الذي يعد واحدا من اهم واكبر التدريبات التي تنفذ بمنطقة الشرق الاوسط كما قام رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقائد القيادة المركزية الامريكية بجولة تفقدية تضمنت المرور على مراكز القيادة والسيطرة لمتابعة اليات العمل التي تعتمد على التخطيط المشترك لادارة مهام التدريب كما قام قائد القيادة المركزية بالمرور على مناطق وميادين التدريب واشاد خلال الجولة بالكفاءة القتالية العالية لكافة العناصر المشاركة بالتدريب وكذا بالامكانيات التدريبية والادارية بالقاعدة وميادين التدريب المجهزة لتدريب مختلف العناصر القتالية والتخصصية عقب ذلك لقاء رئيس اركان حرب القوات المسلحة مع كافة العناصر المشاركة بالتدريب الذي نقل خلاله تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المشاركة مراحبا بهم على أرض بلدهم الثاني مصر كما أثنى على المستوى المتميز الذي وصل إليه التدريب خلال كافة المراحل التي تم تنفيذها